بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزا عظيم جدا جدا من كنوز السنة لا يعلموا اكثر الناس الفضل العظيم جدا للعبادة او للمقيمين في الاسكندرية لسل المكملة المقيمة في محافظة الاسكندرية وتعبد الله سبحانه وتعالى على حق وبدون الرياء له ثواب عظيم جدا جدا روى الامام ابن الصباخ رحمه الله امام امام ابن الصباخ رحمه هذه الحديث في كتابه فضائل الاسكندرية عسقلان وامام ابن اسحاق رحمه أيضا في كتاب فضائل الاسكندرية الحديث الاول طبعا احلوكم هذا الحديث لا يقل عن درجة الحسن رواهاته لهم لا يقدر عن درجة البقبول حديث صحيح لا يقل عن درجة الحسن وله شواهد في السنة تقويه كثيرا سأقول لحظاتكم هذه الشواهد رواهه سعيد بن جبير من كبرع علماء التابعين سعيد بن جبير ده اللي قتله الحجاج بن نوسف السقفي من حديث أبي هريرة رضا عنه سعيد بن مبير كان راجع من الإسكندرية قال له من أين نجئت سأله من أين نجئت فقال له من أسكندرية قال إني سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمقيمة بها يعني الأسكندرية ثلاثة أيام من غير رياء كمن عبد الله عز وجل سبعين ألف سنة ما بين الروم والعرب يعني ربنا يتعيف لك عبادتك سبعين ألف سنة يكتب لك عبادة سبعين ألف سنة يزي يتسوي عبادة سبعين ألف سنة من أهل الروم شوف الصحاب العظيم كمن عبد الله سبعين ألف سنة ما بين الروم والعرب طب تعالوا نشوف الحديث اللي بتقوي هذا الحديث الصحاح قالت ضحاق من كبار علماء التعليم والعطاء أيضا الاتنين من كبار علماء الطبيعين لو رزقنا الله الرباط بالأسكندرية والإقامة بها كان أحب إلي من عدق رقبة أو ستين نسبة من ولد إسماعيل قال الحسن هو أيضا من كبار علماء التابعين لو رزقني الله الرباط بالأسكندرية أربعين يوما أو أربع عشرين يوما أو إثنى عشر يوما أو سنة أو أيام كان أحب إلي من ستين حجة مبرورة كان أحب إلي من ستين حجة مبرورة بعد حجة الإسلام وكان أحب إلي من الدنيا بحذافره روه أيضا الحديث العظيم ده روه أيضا ابن الصباخ رجل من الأنصار قال سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس من خلفاء الرشيدين وهو أيضا من كبار علماء التابعين فالراجل الأنصاري ده قال سيدنا عمر بن عزيز مدينتان من المدائن قال عليه الصلاة والسلام مدينتان من المدائن سيفتحان على أمتي إحداهما من مدائم الروم والأخرى من مدائم الديلم فيقال لها قزوين قال لها قزوين فمن رابط إلى إحداهما ليلة خارج من ذنوبه وخطياه كأوم ولدته أمه عمر بن العزيز قال له والله حدثك أبوك فهو سمع الحديث ده من أبيه وأبيه سمعه من جده والجد سمع من رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم والله سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى عمر وكسر بكاؤه وقال اللهم اجعل قبري بالأسكندرية أو بقزوين فوالله لو لأن شغلة ما أنا فيه ربما كان ساعتها أبي المؤمنين لا اتخذت بها دارا أو منزلا يعني سيد عمر العزيز قال لو لأ شغل شغلي لجعلت لي دار ومنزل فده يورينا الدي الفضل العظيم المدينة الإسكندرية فيا ريت كل اللي سمعني دهوقتي من أهل مصر كل ما يتلاقي عندك يا جازة كل ما يتلاقي عندك فرصة انزل قعد في الإسكندرية حتى لو تلت تيام طب يعني إيه تعبد الله من غير الياء توازم حمس سنوات في الجامعة الرسول قال لي اللي يدرك تجبيت الإحرام يكون واقف في الصف قبل ما الإمام يقول الله هو أكبر أربعين يوم بيكتب له براءة تامة من النفاق ودي أعلى من البراءة من النار اللي يقرأ كل صوت الإخراس كل يوم مئتين مرة أو أكتر بيكتب له براءة من النفاق فانزل إسكندرية ووضع على صلات الجماعة واكس من قراءة صوت الإخلاص واحتسب هذا الأجل العظيم لكل تلت أيام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مبتنين برضو صلاتهم مقبولة بس الرسول بيقول لك كمن عبد الله سبعين ألف سنة ما بين الروم والعرب أصاب عظيم جدا فياريت يعني كلنا نحتسب هذا الأجر والحمد لله أنني من أهل الأسكندرية والرباط مش بس الجهات في سبيل الله الرباط وفي حديث تاني من رابع تبلية الأسكندرية لا يوم واحد يوما واحدا كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ألف يوم يقام ليلها ويصن نهارها برضو في الأسكندرية ف الحمد لله أن من أهل الأسكندرية وجهدوا في سبيل الله بالمرابطة في القامة الصلاة في الجامعة الحمد لله من سنين طويلة جدا يعني لا تفوت نساط الفجر أبدا عملي في الدعوة أعتبره جهادا في سبيل الله كل هذا أنواع من أنواع الجهاد والانكسار بقى أكسر من قراءة صوت الإخلاص كل هذا إن شاء الله ينفر الرياء ف احتسبوا هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى كل ثلاثة أيام وناشر كل من أهل مصر أنهم ينزلوا إسكندرية كل ما يكون عند فرصة يقعد ثلاثة أيام يقعد أسبوع اللي يقدر أنه يعزل ويأخذ بيت في الإسكندرية شوفوا سيدنا عمر بن العزيز بيقول هو من هو بيقول لولا شغلي بيقولت نزلت وقال الله مجعل قابري في الإسكندرية بيقولت نزلت واتخذت بيها دائرة أنا منزلة فالما عندوش عزر ويقدر ييجي لأنها تعتمع من أفضل بقاع الأرض وربنا بيضعف فيها سواب العبادة بضعفة كبيرة جدا لمن يعبد الله سبحانه وتعالى بنون الرياء فأنا أكتب لكم الحديث دي كلها في الوصف يالتنسوه إذا كلام وتنشوه نشعات العمي في ثواب العظيم أكل قولها استغفر الله